اشتركوا في القناة قول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب وفي المثل الثالث لاحظ في آية 32 نفس سياق الحديث بقول الآب ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر عم يتكلم مع ابنه الأكبر اللي كان زعلان لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ظلا فوجده ما أعظم أسلوب وطريقة الرب يسوع المسيح